تعرف على الدول التي سارعت لإعلان تضامنها مع المغرب عقب زلزال إيغل المدرم سارع العديد من قادة وزعماء العالم معبرين عن تعاطفهم وتعازيهم بعد زلزال إيغل العنيف الذي هز مناطق ومدنا في المغرب في وقت المتأخر من يوم الجمعة وأودى بحياة ستمائة واثنان وثلاثون شخصا على الأقل ودمر العديد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم وهم في حالة ضع كما عبر الرئيس التركي عن تضامنه وتعازيه وكذا أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات وملك البحرين وسلطنة عمان ودولة إيران وإسبانيا قدمت دول عربية وغربية تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلازل التي وقعت أمس الجمعة وأصفر عن مقتل أزيد من 632 شخصا كذلك عبر الرئيس الوزراء الهندي عن تضامنه مع المغرب والرئاسة المصرية كذلك والجزائرية وجل الدول العربية وأيضا الغربية وكذلك نشر الرئيس الأوكراني زلينسكي رسالة تعازية في ضحايا الزلزال عبر حسابه في منصة X وأعرب عن تضامن بلاده مع المغرب خلال هذه الفترة المأساوية كما قدم وزير الخارجية السويدي خالص التعازي لجميع ضحايا الزلزال بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم المغرب في اللحظات الصعبة التي تمر بها بعد وقوع الزلزال جدير بالذكر أن الجزائر تعاطفت مع ضحايا زلزال المغرب وهي رهن إشارة المغرب قصد التدخل وتقديم المساعدات الضرورية ترجمة نانسي قنقر